موسيقى رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح يستقبل في لالي غويني ومحمد العربي والدخليفة بصفتهم شخصيتين وطنيتين في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها في معالجة الأوضاع السياسية للبلاد موسيقى استدعاء والوزير الأول السابق أحمد أويحيا ووزير المالية محمد لوكال من قبل محكمة سيد محمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة موسيقى استعدادا لشهر رمضان تدابير وإجراءات لتسقيف أسعار المواد الأكثر استهلاكا للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن موسيقى بيتزيوز أكثر من خمسة آلاف مسكن سيتم توزيعها لمستحقها بعد ترميمها وتأكيد على تسريع وطيرة الإنجاز موسيقى نشرة الخامسة مشاهدين الكرام من تلفزيون الجزائر الجزائر الجزائرية الثالثة أهلا بكم بداية استقبل اليوم رئيس الدولة سيد عبدالقادر بن صالح بمقر رئاسته الجمهورية تباعا السيدين فلالغويني ومحمد العربي ولد خليفة بصفتهم شخصيتين وطنيتين وتدخل هذه اللقاءات في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة في معالجة الأوضاع السياسية للبلاد يشارك وزير وشؤوني الخارجية صبري بقادوم اليوم بالقاهرة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري والمخصصة لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وفي تدخله خلال الاجتماع شدد بقادوم على ضرورة التفكير في وضع خطة تحرك عربي والضغط على الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستئنافها المفاوضات داعيا القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية من أجل العودة إلى مسار المفاوضات لسيما فيما يتعلق بحل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية هذا وسيكون لوزير الشؤون الخارجية على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نضرائها العرب لاستعراض واقع وأفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والدول العربية استدعت أمس محكمة سيدي محمد بياء العاصمة كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيا ومحمد لوكال وزير المالية ومحافظ بنكي الجزائر السابق في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة أعتبر ردوان بوهيد الأستاذ والعلوم السياسية لدى نزوله ضيفا على برنامج أخباري الظاهرة أن الندوة الوطنية التي أطلقها رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح مرتبطة باختيار الشخصيات التي ستكون ممثلة فيها ربما تطرح عدد من المقترحات قد يقبلها الحراك ولننسى الحراك واحده جزء من الأزمة لحلها وكذلك ننسى المعارضة والأحزاب الكبرى التي تتخبط داخليا يعني إذا هذه الندوة وهذه المخراجات أتت ربما لا أحد يمكن أن يجزم بذلك وهو مرتبط باختيار مئة شخصية من هؤلاء حتى يقرروا ويخرجوا لها لنا بتوصية في مجال الاستثمار العمومي أشرف اليوم وزير الطاقة محمد عرقاب على تدشين مقرين للشركتين الجزائريتين لنقل الكهرباء والغاز لمجمع سونالغاز حيث أكد الوزير أن عدة مناطق من الوطن استفادت من مشاريع جديدة من شأنها الرفع من مستوى الخدمات تفاصيل مع وليد صاري قصد التحسين من ظروف العمل والرفع من مستوى الخدمات في قطاع الطاقة تعزز مجمع سونالغاز بمنشأتين جديدتين تم تدشينهما اليوم من طرف وزير الطاقة محمد عرقاب المديرية الأولى تخص الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز التي تضم عدة وحدات ليفتتح بعدها المقر الجديد لشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء يضم شركتين همتين في مجمع سونالغاز وهي شركة تنقل الغاز عبر القنوات وكذلك نقل الكهرباء التوتر العالي وجد العالي فمهم جدا لكي نعطي هذه الفضاءات لكي العمال تعنا والإطارات يكونوا يشتغلوا في ظروف حسنة ويستعملوا التقنيات الحديثة في تسيير هذه الشبكة الكهربائية والشبكة الغازية وقصد الاطلاع على مختلف التحضيرات لشهر رمضان وموسم الصيف تفقد الوزير مركز التحكم الوطني للكهرباء أين أكد أن العديد من المشاريع الهامة دخلت حيز الخدمة عبر مختلف مناطق الوطن وخاصة الجنوبية مما سيضمن تزويدا شاميلا خاصة في أوقات الذروة فبالنسبة الإنتاج كله متوفر 33 مركز تحويل الكهرباء وخطوط التوتر العالي كذلك جهزناها في هذه المرحلة لكي نضعفوا قدرات تحويل ونقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء أكثر من ألف مركز توتر منخفض ونجزة على مستوى كل الولايات الوطن لكي نحسن من نوعية توزيع الكهرباء وكذلك بالنسبة للغاز منشاءات كثيرة دخلت في الانتاج في العمل هذه السنة لكي كذلك نغطي الغاز بصفة منتظمة وقصد تكفل الأمثل بعمال مجمع سنالغاز عين عرقاب الوحدة الطبية الجديدة التي من شأنها تقديم خدمات صحية لمختلف عمال المؤسسة من جانبه أكد اليوم وزير العمل والتشغيل والضمانية للشماعي حسان تيجاني هدام خلال إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية للمديرين الفرعيين ورؤساء مصالح الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة الكناك أكد مواصلة دعم الدولة ومرافقتها للشباب أصحاب المشاريع في إنشاء مؤسساتهم المصغرة خاصة في المناطق التي تفتقر إلى نسيج صناعي واقتصادي كما دعا الوزير إلى ضرورة استحداث قنوات اتصال بين الشباب ومختلف مصالح الكناك ومساعدته الشباب الباحث عن تمويل لمشاريعهم للإشارة فقد سجل صندوق أكثر من خمسة عشر ألف مؤسسة مصغرة بولايات الجنوب وأزيد من أربعة وثلاثين ألفا بولايات الهضاب العليا لن أدخر أي جهد في سبيل مساعدة أصحاب المؤسسة المصغرة الذين يواجهون صعوبات في تسديد القروض البنكية قصد إعادة جدولة ديونهم وذلك وفق أليات أكثر جاذبية للمؤسسة المصغرة وقد أسديت تعليمات اللازمة لإطارات صندوق ووكالة لانساج كما طلبت منهم دراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة تحسبا لشهر الفضيل أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري خلال اجتماع تقييمي مع إطارات الوزارة ورؤساء الدواوين على المستوى الوطني أكد على تطبيق مرجعية للأسعار كإجراء جديد خلال الشهر الفضيل في خطوة لمحاربة المضاربة مع استحداث أسواق على مستوى المدن العمرانية الكبرى الجديدة وكشف عماري في المناسبة عن التسهيلات والإجراءات المتخذة تحذيرا لموسم الحصاد قمنا بإجراءة مع وزارة التجارة في فرق عمل اللي اشتغلت على بدء في تدابير ما سميناه الأسعار المرجعية خاصة للمواد الفلاحية الأساسية التي يتزايد عليها الطالب في شهر رمضان لهذا إجراء جديد لنشتغل عليه جميعا لأجل استقرار الأسواق واستقرار الأسواق ومحاربة الطفليين فعيل فضاءات توزيع على مستوى الجماعات خاصة على مستوى الأحياء الجديدة الأحياء العمرانية الجديدة في المدن الكبرى في تنمية المحلية ودائما في قطاع الفلاحة حديث عن الاكتفاء الذاتي الذي حققته ولاية خنشلا في شعبة التفاح إذ استطاع شاب علاوي بعد تجسيد مشروعه الاستثماري استطاع تحقيق الرياضة في مجال تخزين ببناء غرف للتبريد ما مكنه من تخزين كميات معتبرة من منتوجية التفاح استجمعها من أكثر من خمسين فلاحا بالولاية بعد أن كان هؤلاء الفلاحين يجدون عراقيلة في التسويق والتخزين نوردين ربيا يفصل في الموضوع محصول وفير سجلته ولاية خنشلا في منتوج التفاح ما استغلوا الشاب عبد الكريم في مشروعه الاستثماري لغرف التبريد ليمكن بذلك أكثر من خمسين فلاحا من تخزين محاصيله من التفاح بشتى أنواعه خزنا ما يقارب سبع الاف في القنطار في هذا السنة وعندنا يد العاملة عندنا تقريب عشرين يد عاملة ومعضهم شباب ونتعاملوا مع أكثر من خمسين فلاح اللي نتعاملوا معهم في المنطقة وإن شاء الله في المستقبل تكون عندنا توسيعا لنوصلوا لعشرة الالتفانعشين في القنطار إن شاء الله نخدمها نقصة شوية في المنطقة هذي كعلى بالك يحلو زين هذا تسمى حللنا شوي بزاف فورص بش نخدمه أنا بقى لك عندي عدو زون والله صاحبي ثاني عنده سبع سنين تسمى راو قديم علينا هنا يوم تلمينا هنا ورعا لقين راحتنا ونخدمه خاوة كله بيان ما خصنا ولو مركز التبريد علاوي الذي أصبح يعتبر من أهم وأكبر مخازن حفظ التفاح المهيئ على مستوى الولاية نظرا لسعة حجمه في التخزين يعتبر هذا المشروع مشروع ناجح وهم يقدم خدمة لسكان خاصة الفلاحي المنتجين لشجرة التفاح مما اعتمد هذا المستثمر علاوي على إنشاء هذه المبردة بسعة فوق ربع لاف متر مكعب لتخزين ما يفوق سبع لاف قنطار صراحة الشيء اللي رأنا وجدنا هنا في غرف التبريد هذه وعد المستثمر هذا المنتج اللي عنده طريقة التغليف المذاق والسعر نقد نفسه به المنتج المستورد وتبقى مثل هذه المشاريع الشبانية لتخزين منتوج التفاح نماذج ناجحة استطاع مستثمرها من إيجاد حلول في حفظ المحصول بطرق سليمة للمستهلك في السكن قامت السلطات المحلية لولاية تيزوزو بزيارة ميدانية لأهم المشاريع السكنية التي تدعمت بها الولاية حيث تم التأكيد على ضرورة التسريع في وطيرة إنجاز هذه السكنات والتفاصيل مع الخضر كعوان أكثر من 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصياط دعمت بها الحاضرة السكنية لولاية تيزوزو هناك برامج كثيرة تم في بعض الأحيان حتى توسيحها على المواطنين لكن تنقص فيها الشبكات الطرق والشبكات المختلفة ولذلك قررنا على مستوى الديوان الوالي بيجيز كنا هناك خالية للتنسيق وضبط الأجال حتى نستطيع أن نسلم هذه السكنات في أجالها التعاقدية أزيد من خمسة ألاف وحدة سكنية تعرضت لأضرار متفاوتة بعد اقتحامها مؤخرا بطريقة غير قانونية زرنا أيضا بعض السكنات التي تم إلحاق بها ضرر على الاقتحام الإجراء تصلنا بسيد وزير السكن وهناك ملف سيضبط على مستوى الولاية وعلى مستوى مديرية الوبيجيي وسيبعث إن شاء الله لسبوع القادم إلى السيد الوزير مشاريع سكنية أخرى تدعمت بها الولاية على غرار مشروع مئة سكن بصيغة طرقوي العمومي التابع يعني البرامج هذه ويبقى السكن أولوية السلطات المحلية من خلال احترام ثنائية نوعية في الإنجاز وأجل التسليم أشرف وزير وشؤوني الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بمقرية الوزارة على اجتماع تنسيقي مع مختلف الجمعيات الدينية الناشطة بالمهجر حيث استمع الوزير إلى مختلف الانشغالات المتعلقة بالقطاع وعلى رأسها تأطير الآئمة استعدادا لشهر رمضان الفضيل عملنا إن شاء الله على تجسيد بعض هذه الانشغالات وهذه المطالب كتوزيع المصاحف وتوزيع الكتب الجزائرية هناك ومحاولة توفير أئمة لصلاة الترويح لأنه داخل في برنامج رمضان لهذه السنة وتفعيل برنامج رمضان لأنه نخدم الجالية كما نخدم المواطنين عندنا لأنه هؤلاء يحتاجون إلى القارئ الجزائري إلى الإمام الجزائري وهناك مشاريع أخرى ربما ستكون قد دراسة في المستقبل إن شاء الله كتوفير الإمام المنتدب حتى نغطي جميع مساجد الجزائريين هناك في الأرض المهجر هذه الجمعيات هي مستعدة أنه تتكفل بكل أئمة ليروحوا من هنا في الإقامة في الإيواء ضيف إلى ذلك مستحقات الإمام خلال شهر رمضان فهذه مبادرة بكل صراحة للجمعيات وفيه بعض الجمعيات كذلك هم بصدد إنجاز وكذلك بناء بعض المساجد في بعض المدن في طار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتنسيق مع ناصر دركة الوطني أمس بمدينة العلمة بصطيف ثلاثة تجار مخدرات بحوزة مكترو من 114 كيلوغراما من الكيفي المعالج فيما حجز حرسوا الحدود 155 كيلوغراما من الكيفي المعالج بتلمسا في السياق نفسها أوقف عناصر دركة الوطني بكل من الشلف وسكيكدا أربعة تجار مخدرات وحجزوا أكثر من عشرة كيلوغرامات من الكيفي المعالج وسلاحين ناريين من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتامن راستو عينغزام عشرة منقبين عن الذهب وضبطت شاحنة وثلاثة وثلاثين مولدا كهربائيا واثنتين عشرة مترقة ضغط وعشر آلات لتكسير الحجارة بالإضافة إلى مائتين وعشرة كيلوغرامات من مادة النحاس وأغراض أخرى في حين تم توقف 11 مهاجر بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بعينغزام دوليا طلب رئيس وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز سيراج طلب مجلس الأمن الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق أممية لتحقيق في خروقات وانتهاكات قامت بها قوات خليفة حفتر التي تهمها بارتكاب انتهاكات تشمل قتل المدنيين وتهجيرهم واستخدام القصر في القتال واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان بالأسلحة الثقيلة والسواريخ في شأن السوداني كشف تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد أنه أكاد لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ضرورة انتقال السلطة للقوى المدنية التي قادت عملية تغيير وتنفيذ مطالب الجماهير بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وفي سريلانكا خلفت ستة تفجيرات مدوية هزت اليوم ثلاثة كنائس وثلاثة فنادق براء العاصمة كولومبو خلفت أكثر من مائتي قتيل ومائتي الجرحى وزير الدولة لشؤون الدفاع السريلانكية كدان سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد هي أعمال إرهابية مضيفا أنه تم تحدد هوية المسؤولين عنها واضطرت السلطات المحلية إلى فرض حظرية جوال في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا وفي أفغانستان أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن مقتل عشرة أشخاص في الهجوم الذي وقع أمس في العاصمة كابل الهجوم تم تنفيذه بعد وقوع انفجار بالقرب من وزارة الاتصالات الأفغانية فيما لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم عودة إلى الوطن إلى حد أشهر معالم الجزائر العاصمة الأثرية قصر رياس البحر الذي يعد سحفة معمارية عثمانية صنفت من قبل منظمة اليونسكو سنة 1990 كتراث عالمي محمي أمينة مازوزي دليلنا السياحي في هذا المكان التاريخي على الواجهة البحرية الوسطى لمدينة الجزائر العاصمة ينتصب حصن عملاق إنه قصر رياس البحر أو حصن ثلاثة وعشرين الذي بناه العثمانيون أسفل حي القصب العتيق بأمر من رمضان باشا الحاكم العثماني للجزائر وهو عبارة عن مجمع معمار كبير يضم ثلاثة قصر هذا القصر هدايا كان في انهيار يعني في دمار ولكن تدخلت السلوطات المعنية في ترميم هذا المعلم هذا التاريخي الهام وبالتالي رمم هذا المعلم هذا في سنة 1987 ونهاية الأشغال ترميمة وصيانة في 1994 يتكون قصر رياس البحر من ثلاثة قصر من بينها قصر 18 المعروف بقصر مامي والذي لا يزال يحتفظ بأشكال هندسية نبتية وحتى حيوانية متنوعة من زخارف ذات ألوان زاهية وأبواب خشبية متعددة الأشكال أعطت المكان جمالا ورونقا يعني عنده خاصية مهمة جدا لهو بدون انقطاع يعني يكون بدون انقطاع فيما يخص المعارض المعارض الفنية التقافية يعني شهر التورات في كل مناسبة كل مناسبة شهر رمضان على السائر أيام طول السنة معلم تاريخي شاهد على فن وأصالة الفن العمراني صنف سنة 1990 من قبل منظمة الديوناسكو توراتا عالميا محميا بهذه الجولة في أثوراتها الوطنين إلى ختم نشرة الخامسة وهذا تذكين بأبرز ما جاء فيها من عنوان رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح يستقبل في لالي غويني ومحمد العربي ولد خليفة بصفتهما شخصيتين وطنيتين في طاري المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة في معالجة الأوضاع السياسية للبلاد استدعاء الوزيرية الأول السابقة أحمد أويحيا وزيرية المالية محمد لوكال من قبل محكمة سيد محمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة واستعدادا لشهر رمضان تدابير وإجراءات لتسخيف أسعار المواد الأكثر استهلاكا حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن كما تبعنا في نشر بيتزيوز وأكثر من خمسة ألاف مسكن سيتم توزيعها لمستحقها بعد ترميمها وتأكيد على تسريع وثيرتها لإنجاز في الختام والتواصل معنا عنويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة شكرا على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر